وفقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ لدواء جديد ضمن البروتوكول العلاجي للحالات القائمة بفيروس كورونا كوفين 19 في مملكة البحرين وهو دواء سوترو بيماب الذي تنتجه شركة غلاسكو سميث كلاين وذلك بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية على الاستخدام الطارئي له وأفادت الهيئة بأن الدواء يعتمد على الأجسام المضادة لعلاج الحالات القائمة من البالغين والمراهقين ممن لديهم أعراض تتراوح بين الخفيفة إلى المتوسطة والمعرضين لخطر الدخول إلى المستشفى أو الوفاء مشيرة إلى أن التجارب العلمية التي أجريت على سلامة وفعالية الدواء أسفرت في الحد من عدد الحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة وأخافض عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفة الفيروس بنسبة تصل إلى 85% عند إعطائه للحالات القائمة كعلاج مبكر